ما زالت قضية مقتل الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي تصنع الحدث أمس كان أول مؤتمر للمدعي العام السعودي والجدل حول الرؤية الرواية السعودية للحادث اليوم كان لصلاة الغائب التي تجاوب معها عدد كبير من مستخدم المنصات صلاة الغائب دعا إليها نجله لتقام في مكة والمدينة عبر تغريدة وهي هذه صلاة خاشقجي يقول ستقام صلاة الغائب على الفقي جمال خاشقجي بعد صلاة فجر الجمعة في المسجد النبوي شريف في المدينة المنورة وبعد صلاة الجمعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة ماجد الكردي يدرج صورة له يقول مع ابنه صلاح جبر الله كسرهم وربط على قلوبهم ورزقهم الصبر والسلوان وهذه الصورة التي أدرجها إلى جانب ابنه صلاح وهذه أيضا لقطات يتم تداولها عبر مواقع التواصل لصلاة الغائب التي أقيمت في سعودية لجمال خاشقجي كثير من المعزين والمتضامنين أقاموا هذه الصلاة من أجله هناك صلاة ثالثة أقيمت لخاشقجي في مدينة إسطنبول في تركيا حضرها مستشار للرئيس رجب طيب أردغان الجنازة في إسطنبول تمت تغطيتها بشكل واسع هنا تظهر الكاميرات والمغرفونات التي تغطيها أيضا لدينا هذه الصورة التي ربما توضح حجم التغطية الإعلامية التي حضيت بها